السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة بزرى وفسيلة النهاردة هنتكلم عن نبات زينة عطري نبات مشهور برحته المميزة ومحبوب بين كل عشاء نباتات الزينة نبات زينة مبارك ذكر في الكرآن الكريم مرتين في قوله تعالى في سورة الرحمن والحبز العصف والريحان وفي سورة الواقع في قوله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم وعندما يذكر اسم نبات في كتاب الله لازم نأف قدامه ونتأمل ونبحث عن معلومات وأسرار عن هذا النبات نبات الريحان نبات عطري استوائي يزرع في الأسس والأواني الفخارية وبيوصل ارتفاعه إلى 100 سنطي لو زرعناه في الحديقة يسمى باللغة الإنجليزية باسيل وفي اللغة العربية يسمى بالريحان لأنه يريح النفس وأيضا يطلق عليه اسم الريحان المقدس لأن الكنائس تستخدمه في تحضير الماء المقدس في أوروبا يوضع بين أيدي الموتى أملا في ذهابهم إلى رحلة آمنة في الهند يوضع بين أفواه الموتى للتأكد من وصولهم إلى الخالق في أفريقيا يستخدم لطرد العقارب وفي المصريات واليونانية القديمة يعتقد أنه يفتح باب الجنة ليمر منها الإنسان يمثل الريحان أيقونة الضيافة في الهند ورمز الحب في إيطاليا الموطن الأصلي لهذا النبات هي دولة الهند ثم انتشر في الشرق الأوسط ومصر وكافة بلدان العالم يوجد أكثر من 60 صنف من الريحان تختلف في المظهر والطعم أوراق الريحان يا جماعة تشبه إلى حد كبير أوراق النعناع واللي بينتمي إلى نفس العائلة أوراق الريحان لها رائحة مميزة مجرد ما بنلمس أوراقه بتفوح منها رائحة عطرية مميزة تنتشر في الجو يبقى رائحة الريحان يا جماعة من الروائح المميزة اللي مجرد ما بنشمها نعرف على طول إن ده نبات الريحان هذا النبات ينتج ظهورا بيضاء أو أورجوانية صغيرة تنمو حول قمة الصاق هننتقل بعد ذلك إلى طرق العناية بهذا النبات نبات الريحان بيحب البيئة الدافئة يعني إيه؟ يعني بيفضل التعرض لأشعة الشمس مدة لا تقل عن 6 ساعات يوميا نبات الريحان له معاملة خاصة في فصل الشتاء لأنه حساس للبرد ودرجة الحرارة من المفضل ألا تقل عن 20 درجة مئوية عشان كده يا جماعة لازم نوفر له الدفء وننقله في فترات السقيع والبرودة الشديدة قرب نافذة مشمسة يبقى ما ينفعش نحط نبات الريحان في مكان ظل أو مكان نصف ظل لازم نعرضه لأشعة الشمس مدة لا تقل عن 6 ساعات يوميا هننتقل بعد ذلك إلى الرين يروى نبات الريحان عند جفاف التربة يعني نستنى لما التربة تجف تماما وبعدين نرويه ولازم الإناء يكون مزقوب من الأسفل لتصريف الماء الزائد تجنبا لمشكلة زبول وصفرار الأوراق والتربة لازم تكون خفيفة وجيدة التصريف للماء الزائد يبقى ملخص اللي فات يا جماعة يمكن وضع نبات الريحان تحت أشعة الشمس المباشرة ويمكن أيضا زراعته في مكان نصف مشمس أما بالنسبة للري فهذا النبات يروى عند جفاف التربة سننتقل بعد ذلك إلى التسميد لا ينصح يا جماعة بتسميد هذا النبات أكثر من مرتين في السنة ليه؟ لأن التربة الغنية بالسماد بتفقد الريحان نكهته ورائحته الطبيعية نجي نشم أوراق الريحان كده ما نلاقيش لها ريحة عشان كده لا ينصح بتسميد النبات أكثر من مرتين في السنة وأيضا يا جماعة من المستحسن أننا نقص القمم المزهرة عشان ما تنفسش الصاك والأوراق على العناصر الغذائية المفيدة الموجودة في التربة يعني القمم المزهرة اللي بتبقى طلعة في قمة الصاك من المستحسن أننا نقصها عشان ما تنفسي الصاك والأوراق على العناصر الغذائية الموجودة في التربة سننتقل بعد ذلك إلى طريق التكاثر هذا النبات له طريقتين في عملية التكاثر أول طريقة عن طريق العقل عن طريق أننا بنقص عقلة بطول من 10 إلى 12 سنتيمتر وبعدين بنضعها في الماء بعد العقلة دي ما تكون جزور بننقلها مباشرة إلى طربة خفيفة جيدة التصريف للماء الزاد الطريقة الثانية وهي الأسهل والأشهر وتتم عن طريق البزور الأزهر يا جماعة الموجودة في كمة الساق بعد ما تجف بيبقى جواها بزور سوداء صغيرة هذه البزور بنخلطها بأرمال وبعدين بنبضرها في الطربة هنتكلم بعد كده عن فوائد نبات الريحان أو ما يعرف بنبات الحبق في بلاد الشام نبات الريحان له فوائد علاجية وفوائد منزلية بالنسبة لفوائده المنزلية فالريحان يطلق عليه ملك الأعشاب لأن أوراقه بتستخدم في تدبيل اللحوم والأسماك والسلطات المختلفة أما بالنسبة لفوائده العلاجية فهي تحتاج إلى حلقة منفصلة ولكن سنذكر منها على سبيل المثال للحصر أنه يحتوي على مواد مضادة للتأكسد عشان كده مفيد لأمراض القلب والسرطانات يستخدم لعلاج تقلصات الأمعاء ومشاكل الهضم والتخلص من غازات البطن وتعزيز صحة الكبد والكليتين يساعد على التقليل من الاكتئاب والتوتر يخفض من مستويات الكوليسترول مفيد جدا للمصابين بضغط الدم المرتفع لأنه يقلل أو يخفض من ضغط الدم طريقة استخدامه جماعة نحن بنشربه زي الشاي بالزبط بنقطع من خمس لعشر ورقات بنغسلهم كويس ونغليهم في المية ونضف لهم السكر أو العسل حسب الرغبة لكن نخلي بالنا أنه غير آمن للسيدات أثناء فترتي الحمل والرضاعة وكمان لا ينصح به قبل العمليات الجراحية بعد ما تكلمنا عن هذا النبات الجميل المعمر اللي يعتبر أجمل هدية نهديها للآخرين ويكره ردها بلا عزر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عرد عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع نبات جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته